السلام عليكم افضل واسرع طريقة لعمل الصابون الصلب من زيت الاني او زيت المستعمل اي زيت بتعمله في البيت وتستعمله تجمعه في ازايز او علب وبعد كده لما يوب عندك اثنين لتر زيت او لتر هتجيب الاثنين لتر هتحطهم في جردر زي كده تمام وهتعمل به الصابون الصلب اللي هو ممكن تغسل به المواعين المخادر بتاعتنا هتجيب اثنين لتر زيت الى مستعمل وهيكون معاك نص كيلو بطاس وشوية خل معلقتين خل ونص كيلو دقيق تمام هنجيب البطاس وهنحط عليه لتر ونص مية نص كيلو البطاس لتر ونص مية ونقلبه لغاية ميدوب كويس تمام 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 تغلب تمام ونقلبه عصايا خشب لغاية ماء تقلب بستلس او تقلب بأليمونيا عشان حاجات دي هتتاكل وهتبوص من البطاس بعد كده عندك الزيت بعد ما صفته من الشوائب اللي فيه هتحط عليه البطاس زي ما انت شايف كده تمام وكان فيه بوائي في العلبة انا حب احط لها شوية مية وشوية مية كده حوض البوائي دياتي وفضيها تاني فيه في الجردة يعني تمام كده بعد كده هفضل اقلب بالعصايا الخشب طبق زي ما قلت لكم لازم تكون عصايا خشب او عصايا ازاز او حاجة ازاز يعني زجاج لما تستخدمش الاستلس ولا تستخدم الالامونيا في الخلطات دياتي خصوصا مع البطاس وكده هتفضل تقلب الخليط ده زي ما انت شايف كده ام اتشوفت اللون بتاعو تغير بجي زي الكريم كده هتقلب كويس هتقلب كويس وكده لغاية ما الخليط يتجانس يعني تمام تمام تقدر تقلب لغاية ما الخليط يتجانس التعليب ممكن يستمر من خمس لعشر دقائق طبعا فضيل التعليب لغاية معي يعني هو مفوضة التعليب لغاية معي يتقل شوية كده تمام ودينا اللون الكريمي وبعد كده ايه سنحط الديق نصف كيلو دقيق نفضيه على الخليط الذي قلبته نفضي الديق نصف كيلو سنفضيه على 2 لتر زيت مستعمل ونصف كيلو بطاس سوف نقلب جيدا لغاية ما يتجانس المزيد مع بعض لازم نقلب جيدا لغاية ما يتجانس المزيد مع بعض يريد تدعمونا بلايك وتشاهد الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم اجداد الفيديو هاتنا انا نفضل نقلب كده بالعصايا تقلب كويس لغاية ما يتجانس اي حاجة مثلا تحول ايه يعني ايه تفتتها بحيث انها ايه تتجانس مع ايه مع الخليط تمام كده ايه طبعا هو انا كنت نسيت اخط الخل ايه مفروض الخل بيتحط قبل الدقيق ولكن فيش مشكلة ممكن نحطه دلوقتي اه لا هو هتحط مقدار معلاتين خل يعني تقريبا اه ولو ممكن اه لو هتستعمل لمون ما فيش مشكلة لمون برضو بقد الغرط كويس يعني تمام اه تجيب لمونتين كبار او تجيب مقدار معلاتين عصيل لمون معلاتين ايه عصيل لمون تمام تحطهم وده تفضل تقلب كويس تقلب تقلب لغاية ما الخليط يتجانس ويبقى ايه ايه يعني ايه زي ما شايفين كده هو ابتدأت قلب ايه ابتدأت قلب تقلب لغاية ما ايه تخلط الخليط كله مع بعضه شايفين اللوم تعمل ازاي تمام كده وبدل طبعا ما ترمو زيت الالي وماذا يعني انت استخدمت زيته طبعا بدل ما ترميه هتعمل به الصابون ده هتستفيد به هو بصراحة بيبقى اه كويس جدا يعني في غسيل الغسيل اليرا ويبقى جودة بتاعتك وريسة تمام يعني تمام شفت انتو ايه التقل تمام بص تقل اه بيجي اعمل ايه اه تمام تقل اه شايف بعد كده انا طبعا فتضيف ايه جبت صينية عاشا اه قديمة عندي وحطت عليها كيس بلاستيك تمام اه كيس بلاستيك اه 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 ابتدت اسويه من الداخل كده وانا اخترت صينية العاشا لسبب ان صينية العاشا طبعا لها حد معين فانا اصب هتافض كل السوي بتاع ايه الصينية العاشا طبعا كلها بسوي واحد وهو نفس السماكة اللي انا عايزها تمام بعد كدة هنصب الخلط بتاعنا زي ما اتوا شايفين ا điều اخ왔 اكمر طبعاً هو ملأ صنية العشاء كلها أنا طبعاً عملنا من الخلطة دياتي من الاتنين لتر زيت مستعمل عملت منهم أربعين حتة صبون طبعاً ده يعني كمية كبيرة مش مش كمية وريرة أربعين حتة صبون هفض طبعاً البواي بأي حاجة تمام أجيب يعني في أي حاجة كده وقت تفضي البواي اللي موجودة في الجردن تمام طبعاً هنفضيها وبعد كده هاخد الصنية دياتي هاشيلها في مكان يعني بخش عليه الهوى والشمس والكلام فأحطها في البلكونة طبعاً أو في أي مكان ايه يكون بيبقى فيه هوا والشمس والكلام ده هاشيلها في المكان دوتي وهسبها يعني مثلاً يوم أو يومين على حسب الجو على حسب ما تنشف معي أنا طبعاً سبتها يومين تمام وسبتها يومين وبعد كده ايه كان فيه بعض الزيت اللي هو لم يتجانس مع الخليط ده نشفته بحتة تمام والمهم ايه كان باري الصابون زي ما انتم شايفين كده يعني تمام بعد كده هاجبها هقطعها بسكينة طبعاً لو عندك أي وسط التقطيع الثانية هقطع بيها هقطع هاخد في الأول هقطع طولي تمام هقطع طولي وبعد ما خلص التقطيع الطولي هقطع ايه الصينية بالعرض بحيث ان هو يديني ايه يديني مكعبات الصابون ايه بتحت ايه ايه بتحت ايه تمام اه اه زي ما انتم شايفين ايه طبعاً هي بعد اليومين هو الصابون ايه نشف بس يعني مش ايه بيجي صلب وكده بس مش لدرج ان هو ايه ما تقطع طبعاً بسكينة بسهولة ايه تمام ايه طبعاً كده بنقطع بالعرض كده ايه هيبتدي يتحدد ليه حتة الصابون زي ما تشايفين اه اه بعد ما هنقطع طبعاً هنبدأ نفرغ الحتة دياتي من بعض اه فهيبقى ايه معي كل حتة مستقلة بنفسها اه 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 امام كده اه 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 منفرض منك ووقت كتير يعني وفي نفس الوقت بتستغل زيت الآلي اللي انت بتستعمله بدل ما بيترمي انت بتستغله وبتعمل منه الصبون بتستفيد فيه في البيت طبعا عشان اطلع الحتة انا رفعت كيس البلاستيك طلعت اول حتة بعد كده يبقى سهل يعني تمام شايفين دي ايه الصبون تمام طبعا الحواف دياتي لازم هتبقى يعني هتبقى صغيرة لان يعني طبعا صابونة دائرية فلازم الحواف دياتي هتبقى صغيرة يعني بس صغيرة او على فكرة هاتفض الصبون كله للاخر تمام بالكيس البلاستيك بتشده كده هتلاقي يعني هتلاقي كل ايه فصل معك جرد ما تشد كيس البلاستيك اللي انت اطعت عليه الصبون هتلاقي كل حاجة فصلت معك ويا رب اكون افدتوكو يعني في المعلومة دي اا تكونوا استفدتو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مواد دي قد تقلب كويس وتعمق وتشتغل بالترتيب تمام هتلاقي العملية جات معك كويسة وتمامية تمام بالنسبة للزيت لو مثلا هالزيت هتشيل زيت مستعمل دوقتي زيت السمك او زيت الآلي اي زيت الآلي انت استخدمته تحطه في علبة بس هتحط كيس وبعد كده يتمل الكيس بحيث ان بعد مثلا سبوعين شهر هتطلع الكيس هتلاقي العلبة بتاعتك نظيفة وتستخدم ادي الى 40 حت الصابون لو عجبكم الفيديو اضغط لايك وشير واشترك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا